تراصنا الموسيقي والغنائي عبر التاريخ مليان عباقرة لا حصر لهم نما للأسف كتير مننا بيجهل هذا التراص لكن أعتقد أنه فيه أمل دلوقتي لإحياء هذا التراص بعد إعداد قصر بوشتك بشارع المعزة عشان يكون بيت الغناء العربي وده مشروع كبير هيكلمنا عنه النهاردة الفنان محسن فاروق مؤسس ومدير البيت صباح الخير ونهارك فايد أهلا وسائل صباح الخير أهلا بحضرتك عايزين نتكلم الأول على البيت الفني عايزين نتكلم افتتح إمتى وعلى الفعاليات بتاعة هذا البيت صباح الخير أولا يعني سادة مشاهدين والبرنامج أصر الأمير بشتاك الناصري بشارع معزر دين للفاطيمي اللي تحول بقرار وزاري إلى مشروع بيت الغناء العربي تم افتتاحه في 8-8-2011 بعد تأجيل استمر أكتر يمكن من عام أو عام ونصف ليه التأجيل؟ لا كان بتحصل تأجيلات نتيجة ظروف يعني الدولة كلها فيه هقول فيه يعني الصورة والأحداث اللي كانت تأجيلة وما قبل الثورة أيضا كنا يعني كنا بنحاول جاهدين لأن كان مفروض تعمل افتتاح ضخم كبير بدعوة بعض السادة المطربين من خارج مصر ومن داخل مصر ولكن الظروف طبعا اللي بتمر بيها الحالة الثقافية بشكل عام في مصر قدت إلى إن إحنا تخيرنا وقت أنا شايف إن هو كان ده دلوقتي أنسب وقت يعني وكان في رمضان وبداية الاحتفاليات مع صندوق التنمية الثقافية اللي بيرعى بيت الغناء العربي إداريا دلوقتي كمان طيب أسر بشتاك ده تابع للأثار ولا وزارة الثقافة؟ هو تابع لمصر تابع لمصر تابع لمصر لأنه هو قرار الوزاري كان قبل الثورة في فترة طويلة كانت ما زالت مفيش حاجة اسمها ثقافة وأثار فإنما كانت وزارة الثقافة بشكل عام دلوقتي تابع لإيه؟ دلوقتي تابع لسندوق التنمية الثقافية ووزارة الثقافة إداريا إنما فيه إشراف أثري من الأثار لازم يكون فيه إشراف أثري لأن ده مكان عمر أصري بشتاك بالظبط 760 سنة فلابد أن يكون فيه إشراف أثري لأن أنا من أكتر المهتمين بالحفاظ على المكان وعدم تغيير أي شكل من معالمه الأثارية يعني حتى أنا يعني كثير الغيرة على شارع المعيز ويمكن تكون دي فرصة أن ضروري جدا نمنع نهائيا ودلوقتي فيه في حالة يعني استجدت إني بقى فيه إهتمام من قوات الشرطة والداخلية بشارع المعيز الحريم المكان اللي بيطل منه الحريم الحريم على الأصل على قاعة رئيسية على القاعة الرئيسية السور دي اتخدت من خلال أحد مصورين ومحترفين لأحد المجلات في لندن يعني إزاي المصريين هيستفيدوا من بيت الغناء العربي؟ لا مش المصريين بس المصريين اللي موجودين هيستفيدوا من خلال الأنشطة لأن عندي لالي الثقافة العربية عندي مكتبة موسيقية عندي مركز تعليمي متخصص في فنون الغناء العربي هيبقى فيه مركز تعليمي يعني اللي عنده موهبة وعايز يتعلم غنى ممكن يروح أه بس ده مش للموهوبين بس بيت الغناء العربي حتى للمطربين المحترفين اللي عايزين يحافظوا على إمكانياتهم عايزين ينموها عايزين يقوموا بعملية هقول إصيانة الصوت لابد أنه هو بالفعل يجي البيت الغناء العربي ما ينفعش حضرتك المطربين يبقوا قاعدين في البيت بالشهور بعدين فجأة يدخل للستوديو أو يظهر في حفلة تظهر عيوب خطيرة جدا كل الفنانين الغربيين على وجه التحديد حتى اللي موجودين في مصر اللي هم بيمارسوا الغناء الغربي يعني على مستوى حتى الأوبرا غناء الأوبرا مثلا لابد من عمل الترينينج فويس ده اسبوعيا على الأقل ثلاث مرات عايز صيانة الصوت ده شيء مهم جدا الصوت بيقفل مش بيقفل وإنما عضلة الصوت زي أي عضلة في الجسم بتضمر بيوصبها التلف نتيجة إنها عدم الاستخدام الجيد وبشكل سليم وبشكل علمي بيت الغناء العربي عنده منهج هذا المنهج بيقوم على صيانة وتدريب الصوت وصيانته وأيضا الترقي بحالة الصوت من حالة ممكن تبقى حالة جيدة إلى الحالة الممتازة نعم من المدربين الموجودين في بيت الغناء العربي؟ كلهم متخصصين كل الموجودين أنا 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 حدي غناء شرقي ومعي فيه كمان الدكتور أحمد الطويل وفيه يعني هندعو الدكتور محمد عبدالسطار دول إحنا زمال كلنا من الموسيقى العربية فيه عندي للغربي أنا برشح حاليا بعض الأسماء من الزملاء زي دكتور عبدالله سعد مكنزفاتوار الفنانة ومطربة العالمية مطربة الأوبرا إيمان مصطفى فيه أيضا مطربة برضو مطربين الأوبرا العالمين الناشوة مصطفى فيه أكتر أكتر من اسمهم على فكرة هم زميلتين مش أختين فيه يعني مجموعة كتيرة جدا فيه عبدالوهاب السيد من مطربين الأوبرا وكثيرين آخرين علاوة عبدالله الفكرة اللي هيجي هي تعلم فنون الغناء العربي مش هيتعلم فنون الغناء العربي بس الجنبي هيتعلم علم المقامات العربية تاريخ وعلوم موسيقى أداب وبروتوكول مصرح لأن أنا بشوف كمان أن فيه حالات بتظهر على شاشة التلفزيون فيها بعض الحركات سواء بالإيدين أو بالجسم لا طريق أنها تكون على مصرح لأن احنا مازال لازم نتعاود على أداب البروتوكول والتعامل أمام الجمهور وده شيء مهم جدا للفنان عشان يخرج فيه شكل لأيكم يعني هيكون زي معهد موسيقي بس هو خدي بالحضرتك أن عندي أنشطة أخرى لأن أنا عندي المتحف اللي حضرتك كلمت عنه فيه جلاري حاليا أنا عندي جلاري كان عندي فيه ليلة فلسطينية مصرية حاليا موجود المعرض مفتوح للجمهور ومحب فنون التشكيلية في المعرض المعرض حاليا بيشارك فيه اتنين من الفنانات التشكيليات الفلسطينيات وأحد النحاتين المصريين المعرض حيستمر يمكن إسبوع من النهاردة وإحنا بنتكلم هو بقى له يومين الإسبوع اللي فات كان عندي معرض لصلاح جهين وليلة صهرة مع صلاح جهين وأسرة صلاح جهين واستمر المعرض في حدود ثلاث أو أربع أيام إحنا عندنا أجندة ثقافية متنوعة بيدعمها صندوق التنمية الثقافية اللي بيديره المهندس الفنان محمد أبو سعدة لكن مالكوش موارد خاصة تانية غير صندوق التنمية الثقافية صندوق التنمية الثقافية بيقوم بالخدمة الإدارية والخدمة المالية لتنمية ثقافة المجتمع وده مهم جداً على يعني أتمنى أن إحنا ننقش في حلقة منفصلة كيف ننمي ثقافة البيئة ومين اللي بيقوم على خدمتها دلوقتي لأن بالفعل اللي بيقدمه صندوق التنمية الثقافية هام جداً للثقافة الشخصية حتى للمواطن العادي بالقرب من هذه المراكز لأنه عندنا في مصر في حدود 12 مركز إبداع النهاردة عندنا أصبح فيه مخطط أو فيه بروتوكول تعاون إحنا ابتدناه بالفعل مع السيد الأستاذ حسام نصار رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية هو مشكوراً يعني بيرعى هذا الشكل من التعاون والبروتوكول بجلب ليالي الثقافة العربية إلى قصر الأمير باشتاك بيت الغناء العربي إلى استضافة أو المعاونة في استضافة الفنانين اللي من خارج حدود حتى مصر وكذلك حالياً إن شاء الله لو لنا عمر ورش التدريب للغناء العربي حنطلبها أيضاً من صندوق التنمية لا صندوق التنمية حيطلبها من القطاع العلاقات الثقافية الخارجية لأن إحنا عندنا أجندة ثقافية بالتبادل مع الدول الأخرى يجب أن يستفد منها عشان كده إحنا حنطلب منهم إنهم يستضيف لنا بعض الفرق وبعض الأساتذة زي الفنان نور الدين الباجي من تونس ده أستاذ من أسازة فرقة الرشيدية ومعهد الرشيدية للموسيقى الوطنية في تونس كذلك فيه من المغرب أحب إن أنا أستضيف بعض الفرق وبعض الأساتذة لفنون غناء الفن المألوف وفي موسيقى الرأي المغربي كذلك من ليبيا وكذلك من سوريا يعني فيه مناطق حدود الوطن في تنمية الثقافة لن تكون قاصرة على ما هو داخل مصر بس ولكن من المهم من الخارج من الدول العربية أنا الحمد لله يعني بتوفيق فضل الله سبحانه وتعالى الثلاث أيام أو الأربعة أيام اللي فاتوا وزارني فيه مجموعة من السادة السفرة العرب سعادة السفير كويت طلب إن إحنا بالفعل نبتدي إجراءات كيف نقوم بتقديم سهرة كاملة عن الكويت وانا استضيف معرض من السادة الفنانين الكويتيين من أول ما تدخلي باشتاك يبقى كل حاجة كويت من الكويت من الاستضافة من المأكلات للمشروب للملابس حلوة دي تعريف المصريين بالتراص الكويت واستضافة فرقة أيضا لتقديم التراص والثقافة التي توجد في دولة الكويت أيضا من الناس اللي كلمونا فعلا وطلب إن إن شاء الله نعمل ليلة أيضا سعادة السفير لبنان يعني عندي سعادة السفير الكويت وعندي سعادة السفير لبنان وجالنا سعادة سفير فلسطين يعني فيه سادة صفر كتير لكن دي الدعوات اللي جات بالفعل من لبنان ومن الكويت ده حضرتك ده في الإسبوع ده بس آه ويتعمله إمتى إن شاء الله إحنا هنحدد الموعيد وحنعلنها وحنستضيفكم علشان ده توصيق لهذه الثقافات الرائعة يعني كذلك كان برضو من المهتمين جدا بقصر الأمير باشتاك أو بيت الغناء العربي المركز الثقافي الصيني كانت موجودة الدكتورة مديرة المركز وبعض أعضاء أعضاء البعثة الدبلوماسية من سفارة السين الشعبية وطلبوا المعاونة واحتمال يكون أيضا فيه شكل من أشكال التبادل الثقافي ما بين بيت الغناء العربي وبين مركز الثقافة الصينية داخل مصر وكذلك في الصين إن شاء الله إن شاء الله حضرتك كنا تكلمنا على وجود مدحف المدحف هيدم إيه؟ أنا أفكر في إقامة وإنشاء وعندي موافقة بي وحاليا بالنقش مع المهندس محمد أبو سعدة وأرجو إن شاء الله يدعم باقي المشروع في إنشاء أول مكتبة استماع للموسيقى والتراث العربي وكذلك إنشاء أول متحف للآلات الموسيقية العربية متحف للآلات الموسيقية اللي اندصرت اللي اندصرت واللي في طور الاندصار يعني في بعض الآلات تصنيعها بقى صعب زي إيه؟ زي قالت القانون عندنا في مصر قالت القانون النهاردة عندنا مفيش ورش لتدريب صناعة جدد فأنا طبعا في ورش هتتعمل للتصنيع ولكن أنا بطلب إقامة متحف إقامة متحفية للآلات العربية بشكل عام وده دعوة للسادة صفرة والسادة ملحقين الثقافيين إذا كانوا بيستمعوا لينا دلوقتي أنا بطلب من كل صفرة مش أكتر من أن هو يقدم لي قطعتين أو ثلاثة من الآلات الوطنية وطنية الصنعة اللي بيتم بيها التعامل مع الحالات الموسيقية والغنائية التقليدية في هذه الدول من أولا هنبتدي بمصر وسوريا وتونس والمغرب والجزائر ولبنان والسعودية والإمارات وقطر ولبنان وسلطانة عمان أخشى أن أنا أكون نسيت حد مع زحمة الأسماء لكن إحنا عندنا مش أقل من خمستاشر دولة من الدول العربية يعني عايزين من كل دولة ألتين بس مش أكتر من ألتين لثلاثة وشكل يعني تقديم شكل من أشكال المدونات الموسيقية القديمة مقروعة ومسموعة وإذا كانت في حاجة حالات مصورة من التسجيلات الندرة اللي عندهم عشان يبقى عندنا هذا الشكل المتحفي المتكامل أقدر أستمع وأقدر أقرأ وأقدر أشاهد ده هيبقى حالة جديدة ومهم جدا ده أنا شاف أن ده يبقى شيء منطقي جدا في شارع المعزي لدين الله الفاطمي أو في بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتر وإحنا هيكون فيه طبعا من الاستوانات القديمة كلها هتبقى موجودة في المتحف الاستوانات المصرية لمغنيين مصريين أنا عندي جزء من هواحات حطلب من بعض الزملة زي الأستاذ الدكتور عاطف عبد الحميد عميد كليل تربية الموسيقية لأن إحنا كنا مجموعة تبع العلاقات الخارجية في لجنة اسمها لجنة التراث الموسيقى أنا عملت كمقرر ورئيس للجنة دي لمدة عامين في السنتين تم إنتاج خمستاشر منتج استوانا سي دي في عامين فقط ودي فترة قياسية مع تقديم كتب متخصصة في فنون الموسيقى العربية ودي بتوصق لنا من سنة 1851 مفروض إن إحنا نكمل المرحلة كل مدة خمس سنوات عشان نغطي رحلة حوالي 150 سنة من التراث والغناء والموسيقى العربية بشكل عام وإذا قالين المتحف ممكن يستمعوا لهذه الاستوانات ولا يعني هنعرف بس إن كان فيه مثلا غني كذا والإستوانات دي موجودة والله المشروع إن إحنا ننتج ده موضوع يعني لا! المتحف الأستوانات اللي موجودة في المتحف لا! هيستمع ليها هيستمع ليها على أجهزة جرمفون أديمة برضا لا..فيه أنواع كتيرة خرجت يعني فيه النهuelle أنا عندي بيكوة فيشغل كل أنواع الاستوانات الأديمة إنما عند موجد أنا أسف عايز أقول لو وجد متبرع اين لأن هناك ناس عندها وممكن تساعد أنا قصدي أن المتحف يبقى كله حاجات شكلها أنطيكة يبقى الإسطوانات قديمة والجهاز اللي بيشغل قديم ماهدي يمكن ده يمكن حضرتك الكلام اللي احنا فتحنا دلوقتي ده يمكن يكون دعوة للسادة مشاهدين أن احنا نتعاون مفيش مانع أن انت تتعاون في أوروبا بيحصل ده أنه لو عنده حاجة بيشوف أنها زاد قيمة تاريخية ممكن تتحط بشكل متحفي يساعد بيها ده ده للدولة ده أنا مش هيجيلي مش أنا آسف ده مش بشكل شخصي المحسن فاروق إنما ده هيعود على المكان وحيتحط باسمه النهاردة لو أنا عندي أنا عندي بيكب شخصي قديم هقدمه هدية عندي استوانات فعلا تقليدية قديمة بس ما زالت بتعمل هحطها وهتتحط باسمي فدي ممكن تكون دي دعوة إذا حب حد للأسف اللي عنده الحاجات دي بيباعها لا في ناس في ناس ده في ناس أهدت مكتبات للدولة فأعتقد اللي عنده أنا آسف حاجة على هذا المستوى مش هيبخل إنه هو يحطها إذا كان هيضع اسمه في مكان مثل الصرح اللي احنا شفنا صوره لما يتحط اسمه على لوحة بسيطة كده ويتكتب بالفضل حاجة بشكل شيء جداً إنه تم إهداء هذا الجهاز أو هذا الراديو القديم أو هذه القطعة النادرة هو أكيد لو حد فهم قيمة الحاجة دي إنه هو مش هيفرط فيها ويباعها إنه هو يحطها في مدحف زي كده دي يعني سيحافظ على قيمتها ما دي حاجة شخصية يعني في ناس بيشعر إنه هو عنده مثل هذا العطاء حابب إنه يدي وحابب إنه هو يكون داخل المنظومة الثقافية يعني دي مهمة إحنا عم محتاجين آلات تقليدية كثيرة من آلات البيانو الأديمة اللي موجودة في مصر في ناس كثيرة عندها آلات البيانو يعني ناسف هو لو باعها مش هتجيب له حاجة يعني إنما هو لو الديهاني هتعني عندنا حاجة كبيرة جدا ووضع اسمه عليها بالشكل المتحف اللي أنا بتكلم عنه ده حيعني مش حاجة كبيرة بس ده يعني حاجات كتير جدا جدا له والاسمه يمكن يمتد إلى ما شاء الله مشروع كبير قوي اللي إحنا بنتكلم عنه إن شاء الله يستمر ويستمر بالشكل اللي حضرتك بترجوه نعم بنشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة الفنان محسن فاروق مؤسس ومدير بيت الفني المصري شكرا لحضرتك أنا بشكركم وقبل ما أنهي لقائي أنا أحب إن أنا أنوه إن عندنا إن شاء الله بنا الصديف حدثين كبار جدا في فبراير ليلة مع الفنان الكبير الأستاذ عمار الشريعي مع أم كلسوم في بيت الغناء العربي يوم 15 فبراير وأيضا ليلة مصرية أندونيسية تركية يوم 23 فبراير دي الدعوة وبقول إن إحنا كل الأنشطة مجانا ولكن من خلال ما الاستمارة عشان تبقي عضوة في هذا المنتدى الثقافي بيت الغناء العربي التابع لسندوق التنمية الثقافية مصر دي دعوة لكل مشاهدي النهارك سعيد من حضرتك إن شاء الله إن إحنا نحضرها بإذن الله إن شاء الله الفنان محسن فاروق مؤسس مدير بيت الغناء العربي بنشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة كل شكرا لكم وصباح الخير صباح الخير مشاهدينا وفي كده تكون خلصت فقرتنا وخلص كمان يومنا النهاردة وبكرا نستنعكم يوم جديد وفريق عمل جديد ونهارك سعيد ترجمة نانسي قنقر